اشتركوا في القناة في الجزائر وخارج الجزائر بكل اللغات وبكل اللهجات وتحية خاصة لإخواننا في المنطقة القبائل في بيجايا وفي تيزيوزو وفي البويرة وفي الأماكن الموجودين فيها تحية خاصة لإخوتنا للقبائل حبيت على جلبة ندير تسجيل هذه المرة حول التصريحات اللي أعلنها فرحات مهني وكذا التحرك الأخير انتع رشيد نكاز واللي قال من أنه سيعود من فرنسا إلى بيجايا بداية سأتحدث على التصريحات هذه انتع فرحات مهني فرحات مهني راه أعلن بالصوت بالصورة من أنه يريد فصل المنطقة من تعلق القبائل على باقي الولايات الأخرى وفي التصريح انتعه يقول من أنه القبائلي ما لازمش يقول باللي أنا جزائري وما لازمش يعترف بهذا الجزائر يقول باللي راه قبيلي فرحات مهني كان آخر طلّة شفناه فيها في الجزائر هي القضية انتع الاربيوس لنسبه للعملية هذه انتع الاربيوس للجيا وكلكم طرح تساؤلات حول هذه العملية وشهو المغزى منها ورعا الآن كثير من الشهادات والكثير من المسائل اللي تبين من أنه كان الجهاز انتع المخابرات آنذاك اللي كان يقوده الجنرال توفيق هو وراء الكثير من العمليات من بينها انتع العملية انتع المطار وفي هذا التصريح انتع فرحات مهني يقول ان افرحات مهني باللي جنرال توفيق نحاوه لانه قبيلي والجنرال تواتي نحاوه لانه قبيلي وإلى غير ذلك ورعا ضد يسعد راب راب لانه قبيلي ورعا ضد واسمه هذا فحداد لانه قبيلي ورعا ضد ويحيا لانه قبيلي ورعا يقول من انه الناس اللي رعا في السلطة والله في اماكن مختلفة يكفي هو انك تكون قبيلي يعني رعا مرحين يأزلك ورعا مرحين ينحيوك وحتى اغلق القوس فيما يتعلق بهذا النقطة انتاع القبائل باش ميجيش واحد يلعب لكم على الوطر هذا انتاع القبائل أنا جدا انتاعي قبيلية ربي ارحمها وما عندي حتى مشكلة مع جدودي مستحيل جدا انتاعي قبيلية ما عندي حتى مشكلة مع القبيل وأفرق بين الناس اللي هما يأمنوا بالجزائر واحدة موحدة وبين الناس اللي حبينهما يعزلوا منطق انتاع القبائل سواء الناس اللي عندهم هذا كل الفكر انتاع الانفصال أو الناس اللي رأهم يمهدوا لهم في الأرضية حتى إذا كانوا عرب ورأهم يدفعوا فيهم على جلبشهما يخلقوا بعض الأوضاع وفيما بعد على جلبشهما يسهل لهم هذك المسألة تأدخل السلاح وتفجير الأوضاع من أجل العزل المنطقان تعالقبائل ورأكم شفته الآن من خلال التحركات ومن خلال التنسيق اللي رأه الآن صار واضح للعيان شفته المسألة اللي جرات فيه بريان وما يجري في منطقة القبائل كي الناس رأهم ينسقوا وأنا لا أقصد الإخوان تعابنهم زب كلهم لا فيهم الناس عندهم هذا الفكر نتعال انفصال حابين هما أيضا يديروا الدولة وحدهم وأنا لا أتحدث عن الأغلبية رأني نتحدث عن المجموعة ولا أتحدث عن الأغلبية من الإخوان تعالمنطقة تعالقبائل رأني قلت أنا باللي العائلة تعي بمعنى الجدة تعي الله يرحمه هي رأها قبيلية وناس ما شاء الله عليهم ناس رجال ناس وطنيين ناس ثوريين ناس ما عندهم حتى مشكلة مع الدين بالعكس هما ناس فيهم الإخلاص وفيهم الحياة وفيهم الحشمة وناس رجال وناس يدفعوا للجزائر قلبا وقالبا ما عندي حتى مشكلة مع الإخوان في المنطقة تعالقبائل حتى باش ميلعبوا لكم شعلا هذا الوطر هذا إذن هذا فرحة تماني هو راه وأعلنها ما نقوله ذوك قال ذوك مثلا واحد يجي يستغل الكلام ويحوره قال هذا ركز ضد منطقة القبائل هو هو راه بروحه يعلن فيها بالصوت وبصورة على جال باش هو يفصل المنطقة تعالقبائل على باقي الولايات في الجزائر إذن ما يجيش واحد ذوك يلعبنا يقول باللي كذا وكذا هو راه متبني هذا الفكر وراه معاه ناس كين اللي يراهم معاه خارجين لها طي طي يخدموا معاه وكيني الناس اللي يراهم يخدموا فيه وهيقولهم في الأرضية على جلبة شوما يخدموا هذا الجهة هذه نحن نفرقوا بين المهاجمة نتاعنا للنظام وبين الوحدة الوطنية وبين الوطن كين مسائل فيها خطوط حمراء ما نلعبوش فيها وإذا كان ما حبيناش نتحركه في بعض الأماكن أو بعض الأوقات لما تتحرك انت من أجل خدمة واحدة أخر انتهى إما أنك غبي ما تفهمش السياسة وإما هو أنك رك ما توطع مع هذا الناس هذا الناس يحوسوا على الفصل انتاع المنطقة انتاع القبائل ويختاروا في الأوقات المحددة باش يتحركوا وعندهم ناس مش هذي المرة اللولة اللي يستفزوا فيها الجزائريين هذي راها مسألة معروفة انتاع قاضية انتاع رمضان يخرجوا يأكلوا رمضان في الطريق وكلها من أجل تأجيج المشاعر انتاع الناس باش هما يلقوا الفرصة على جل باش هما يدخلوا بالقوة وفيما بعد قال هاهم القبائل المحقورين يلعبوا في الدور تاع الضحية حتى باش فيما بعد هما عندهم وسائل إعلام اللي راها تسند فيهم في الخارج وأنا اتحدث على الأقلية هذي ما نتحدث على الأغلبية انتاع الإخوة القبائل أنا نتحدث على الأقلية هذي الناس مطعون في المصداقية انتاعهم الناس ما عندهمش شعبية في الجزائر أتحدهم إذا كان هذا الناس راهم يأمنوا بهذا الفالور تاع فرنسا لأنه كلهم يتحدثوا بالفرنسية وكلهم يتحدثوا بالليفالور هذا اللي راهم موجودين في فرنسا أتحدهم هو إذا كان هذا الناس ديمقراطيين أنهم ينزلوا الانتخابات حرة ونزيها في الجزائر أتحدهم بل حتى لهذه المسألة تاع القبائل أنا راني بتحدث في وقت سابق على قضية انتاع استفتاء في المنطقة انتاع القبائل وفي غردية راح تسجيل راح مازل موجود أتحدهم وأنا عارف باللي الأغلبية انتاع الإخوة القبائل سيكونون مع الوحدة انتاع الجزائر وسيكونون مع العالم الجزائري وسيكونون مع اللغة العربية وسيكونون مع الجزائر باختصار نختلف في بعض المسائل وهذه المسائل لا يمكن الحصول عليها في ظل هذا النظام الطاغي هذا النظام الذي لا يفرق بين قبائلي وبين عربي بالعكس هذا الناس اللي رامي يحدثون على القبائل توفيق شكون هو منين إذا كان تحدثنا بهذا المنطق انتاع القبائل توفيق شكون هو هذا جنرال تواتي شكون هو هذا جبار مهمة شكون هو هذو اللي كانوا يذبحوا في أبناء الشعب الجزائري علش منقولوش هنا باللي القبائل هم اللي رام دايرين دولة داخل دولة ورام مستعملين ذكر براب هذا يحدادوا عندهم الأموال وعندهم الصناترا كرام الخدامين اللي رام في صناترا كرام الأغلبية وكلهم من المنطق انتاع القبائل وروحوا اسألوا الاخوة اللي رام موجودين في حاسم سعود وفي مناطق واحد اخرى روحوا أيضا للسياحة شوفوا كل الأماكن السياحية في اللي رام مستحوذين عليها روحوا البوسعدة أنا نقرتي بوسعدة روحوا البوسعدة بوسعدة خراف الصحراء روحوا البوسعدة ودخلوا للمحد انتاع تقنية الفندقية تلقوا بللي الأغلبية كلهم من المنطقة القبائل علشنا ما نقولوش هذا الكلام روحوا الانتاع هذه بمرداس بتاع البيترو كيميائيات هذهك ووسفا حاكمين البور المطارات كل شيء حاكمين هم هما وروحوا وروحوا يسألوا علش ما نقولوش حنا بللي رام دورك هذو هم اللي رام حاكمين البلاد ورام هما اللي مستعملين هذا المسألة انتاع اللعب دورتها الضحية من أجل الاستحواذ على الخيارات انتاع البلاد ومن أجل التمهيد إلى ضحر العرب علش ما نقولوه هاش حنا حنا على بلنا بللي هذا الناس لا يمثلون الأغلبية انتاع شعب الجزائري عارفين هم بللي أقلية في الجزائر ولكن في ظل غياب الوعي مع الأسف الشديد هذو الناس يبانو راكم شفتو هذا في هذه المدة الأخيرة شنو حمله على شوشان علاج لماذا؟ لأنه عربي هذي يعني اللي هنا هذور بهذا المنطقة هذورك لأنه عربي لأنه شوشان هو وراه مع الاختلاف معاه أنا اختلف معاه في بعض المسائل هو وراه مقتنع بللي القيادة انتاع الجيش ما نش عارف أنا إلي كان را عنده معلومات هو اللي يتحمل المسئولية انتاع الكلمة تعو را يقول بللي القيادة انتاع الجيش را فيه ناس راهم يطهروا وراهم كذا وقايمين وأنا شخصيا أنا اختلف معاه في هذه المسألة اختلف معاه في هذه المسألة ونشوف بللي الإعلان عليها في الموقع انتاع الفيسبوك او في اليوتيوب راهم يقدم خدمة جليلة لهذه الناس اللي راهم يقول هو وابلي والدليل في ذلك هاكم تشوفوا حتى اذا كان هذا الناس هذا راهم ذرك فعل الناس وطنيين وراهم هما قرروا من التخلص كيف ما راهم يقول هو من الويساة الفرنسية وراهم قرروا وراهم يخدموا وكذا الإعلان على هذه المسألة في اليوتيوب والله في الفيسبوك هو التقديم هذا الناس للمحرقة لأنه راكم معارفين بللي فرنسا مايش انتاع ناس مهابيل وناس مقارين هذو ناس راهم عندهم تخطيط وعندهم استراتيجية وراهم متحكمين في الاقتصاد ومتحكمين في المداخل والمخارج وراهم مشي فرنسا وحدها را الاتحاد الأوروبي كامل يسير وخلفها بالإضافة إلى الحلف الأطلسي وإلى غير ذلك وهذا الناس يلعبوا على الوطر هذا انتاع الإسلاميين وانتاع كذا ليتخفي فهمت وراء هذه المسائل ويدعموا ويوجهوا في الناس وقال هاهم حذاري من هذا الإسلاميين وحذاري من كذا هذا الجل باش يقدموهما ويحكموا المراكز هذهك ويحكموهما النقاط الحساسة في البلاد ويبقوا متحكمين في الشعب ويبقوا حلبهما في البقرة إذن هذه التصريحات انتاع فرحاتم هني تصريحات ما نقولش أنا خاطيرة بالنسبة لي أنا لأنه هذا الشخص هذا راه ويعلمها بصوته بصورة ما مكنش عاجة جديدة هذا السيد اللي راه وهو يعلم بالليل لابد من فصل المنطقة انتاع القبائل الخارج لها طاي طاي مكان حتى حاجة قل مثلا راه غامضة ولا والناس اللي راهما يخدموا معها راهما يخدموا بالصوت وبالصورة ولكن فيه ناس متخفيين منهم اللي عرب يقدموا في الخدمة الجليلة لدعاة الانفصال يخدموا معهم في مرة تخدم انته هذا الناس اللي تحركوا الآن هذا كان واحد دير موقع إلكتروني هو راه ويخدم معهم خدم مع هذل مجموعة هذي هو لعبها برك لعبينها كانين اللي ديرين ضربوا وسموا باسكو على بالهم باللي لو كان يخرجوا همها هذه الخرجة أنه يديروا الإعلام نتاهم وديروا النشيد نتاهم يتفضحوا هو ما يستعملوا هذه المسألة الوطنية وما عندهم مش مشكلة وراموا مع الجزائر وكذا ولكنه ما راهما يخدموا لهذه المجموعة أنت فرحة مهنية أراك ضدهم يلا ماذا بينا على جلباش هذا الناس يخرجوا في المنطقة نتاع القبائل في بجاية وفي تيزيوزو يقولوا نحن نرى نتبرعوا من هذا الناس هذا يخرجوا يديروا مسيرات ويديروا تجمعات ويواعيوا الناس وينحيوا وضربوا هذا اللي راهم ديرينه وهذا النشيد اللي راهم ديرينه قال نحن نقبله النشيد الوطني ونقبله العالم الوطني إذا كان حبيته بلين تناقشوا في هذه المسألة انتاع النشيد الوطني وانتاع العالم الوطني في وقت لاحق لما كما نقولوا تركح الجزائر نتنقشوا عليهم قال ها سيدي نزيدوا لون في العالم الجزائري أو نزيدوا حاجة واحدة أخرى اللي يتمثل الجزائريين كلهم نتفقوا عليها يحدث فيها نقاش شاركوا فيه الشوية ويشاركوا فيه بنهم زاب ويشاركوا فيه تورق وتشارك الناس كل في هذه المسألة وكيف كيف بالنسبة للنشيد الوطني النشيد الوطني مش حاجة مقدسة قادرين نبدلوها نشوفوا نديروا نشيد نشوفوا كبار شعراء ونشوفوا كبار الملحينين في الجزائر قال في وقت سابق كانت الناس ما عندهاش إمكانيات وكذا وكذا لحنوه وجابوه وكذا وكذا الآن الحمد لله رأوا كل شيء كين الملحينين وكين الشعراء وكين الكتب ونشوفوا وسيدي يحدث فيه نقاش ونديروا أحسن نشيد ونديروا أحسن أحسن علم وكذا وراء المشكلة تتنقش عليها الناس في هذه المسألة هذه المسألة انتع اللغات نفس الشيء يحدث فيها نقاش إذا كان تكون هناك لغة وطنية انتع أمازيغية يحدث فيها نقاش مع الإخوة في الشوية وتوارق وبنيمزاب كامل إذا كان قبله معلجة باش تكون هناك لغة ثانية أمازيغية لغة وطنية يحدث عليها نقاش وتكتب بالحراف اللي كيف كيف قال اللي تفقع لها ويحدث فيها نقاش وإذا كان فضلوا هذه الإخوة قال مثلا في المنطقة انتع القبائل يتحدثون القبيلية ما يتحدثوش هذا الأمازيغية لما تكون لغة وطنية أو الإخوة ذو في الشوية والله التوارق والله ابنيمزاب فكروا معلجة البش وما يتحدثوا باللغة انتحم فلتكون هناك لغات جهوية كما رأى ذوك الآن موجودة في فرنسا تكون هناك لغات جهوية قال الشوية تدرس في الشوية والقبائلية تدرس في المنطقة انتع القبائل والمزابية تدرس في المنطقة انتع بنيمزاب والترقية نفس الشي وراء المشكلة مع انها حتى مشكلة هذا وراء مخاوتنا وجزائريين وعندهم حق في الجزائر وراء المشكلة هو انه يدرسوا اللغة انتحمة مع انها حتى مشكلة خلاص نهائيا وتكون هناك لغة وطنية هي اللغة العربية هي اللي رأى المستعملة اكثر مش فقط في الجزائر وانها ما في الوطن العربي بل في العالم رأى فرنسا الآن فرنسا وما ادرك ما فرنسا اللي حاربت الجزائر رأى ديره فرنسفيند كاتب اللغة العربية وروحوا دخلوا للوزارة الخارجية انتحمت القوبة اللي في اللغة العربية الديبلوماسية امريكا وما ادرك ما ادرك امريكا وراها ديره سي ان ان باللغة العربية بريطانيا وما ادرك وراها ديره بي بي سي باللغة العربية روسيا وما ادرك وراها ديره للروسية باللغة العربية المانيا كل الدول الكبرى الشين كل 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 رأى ما يستعملوا في اللغة العربية لأنه عارفين باللي لغة عربية لغة دولية ولا بد من التعامل معها ومش مشكلة لإخوان المنطقة القبيل أنا شخصيا ما عندي حتى مشكلة في هذه القضية نتاع اللغات يحدث حولها نقاش وتنقش أما هو أنه يجيب هذا المنطقة انتاع انفصال في من رك تخدم هذا يفرض أنك انتارك معارض لهذا النظام في من رك تخدم هتتخدم فيهم لما انت تقول بzu개를 انتا في هذا الوقت بالذات تقول بللي الفصل انت على المنطقة انت على القبائل وهذا الناس لو كان رايهم اللي رايما يخدموا في الدولة من منطقة القبائل لو كان الجاء وهم فرصة على جلباش هوما تكون هناك دولة انت على القبائل وكان ينضموا لها وش رايك تقول رايك تقول للناس اللي رايهم دركو هما في الدولة باش أي واحد رايهم شوفوه قبائلين حوه هذا هي سوف تقولون هكذا سوف تدفع في الناس الذين يراهم مدركها في الدولة لكي اي شخص قبيلي نحيوه نحن نحاوسه على شخص يكون جزائري المهم مدام يخدم في الجزائر نتحيله أنا دائما نقولها عندما يكون شخص يخدم في البلاد قبيلي وعربي لا يهمكوش فيه المهم عندما يقدم في خدمة البلاد نتحيله عندما يكون شخص يفسد في البلاد قبيلي عربي لا يهمكوش فيه لا يهمكوش معه لانه رأى ذرك قبيلي قال ذرك هذا راشد نكاز هذا ذرك رأى يقوله واب اللي خواله القبيل ورايح القبيل ماذا يحاوس هذا؟ لماذا اختار ذرك للمنطقة هذه بالذات؟ لماذا؟ اختارها لانه رأى مناطق في الجزائر فقولوا والناس الذين رأى ذرك في النظام منهم اللي فقولوا بدأوا يقولوا شكون هما اللي رأى هم وراء هذا الناس؟ شوفوا تبعوهم شوفوا الخلفية انتعهم عرفوا باللي الواجهات انتعهم احترقت ذرك انتالي ما يجي ذرك واحد كما هذا فرحتم هني ذرك هو وراه يترشح في الجزائر والله غير الاخوة في المنطقة انتع القبائل والله ما ينتخبو عليه هما لازم لهم واجهات جديدة من بين الواجهات هذا راشد نكاز شوفوا الناس اللي رأى يدوروا به شوفوا فيهم شوفوا المرجعيات انتعهم والخلفيات انتعهم أنا مانش نحكي على هذول اللي رأى يستعمل فيهم سهلين للمانيبيلاسيو أغلبية مع الأسف الشدي سهلين للمانيبيلاسيو هو رأى يستعمل في المانيبيلاسيو قال لك جايين ثم في المنطقة هذين تاعوا رأى من الشرطة ثم ولازم له هو يخرج الفرنسا باش يعود يرجع من الفرنسا لبجاية والحقيقة انتع هذا الشخص هذا هو خارج الفرنسا لأنه راه مازال يوقع عنده الشرطة هذي كان عنده اسمه والأيامات هذو لأيامات انتع العطلة أيامات انتع العطلة انتع الانوال وانتع السنة الجديدة هذي خلوا عليه ربما رأى قالوا أنا بالمناسبة انتع العطلة وكذا نروح نهز عطلة ونروح أنا عفوني من هذه المسألة انتع لسنية يوراني نعود نرجع لكم قالوا له روح هذي هي هو لازم لك يعود يرجع عنده الإمضاء وكذا يعود يرجع للجزائر عارف باللي هو راه يحوس يستعمل قضية من بين هذه القضايا على جلبه شهو يظهري دوميني هو هذا وش اللي راه يستعمل فيه يستعمل في المانيبيلاسيون هذا رشيد نكاز يستعمل في المانيبيلاسيون وناس مع الأشف سديد هما راه ضد النظام يورانا ضد النظام بس حما يجيش واحد يستغبيني والله يستغفلني يستعملني هو ذلك لماذا يختار المنطقة بجاية يحوس هو ما دام عرف باللي لما يروح يجي رايح المنطقة بجاية هو راه لما يتحرك يدير هذا المباشر على جلبه يهيج الناس لكي يتحركوا معه هذا هو الهدف هو عرف باللي ما تمشيلوش لما يجي يتحرك يحكموه ما يخليهوش يمشي وش يحوس يدير يحوس يخرج على فرنسا هو كما قلت لكم عنده ويقول هو باللي يخرج السبت والحد وكذا على جل فيه مناطق معينة علاش نقول لكم علاه هو عارف باللي يعني نعرف فرنسا أنا عايش فيها وعيشت في باري نعرفها مليح هو يستعمل في هذوك الأماكن أماكن حساسة في المنطقة نتاع باريس تاع شانزي ليزي والوسم هذيك وين راه جاي الكنيسة نطر الضام هذيك مناطق حساسة وين أنه الناس موجودين ثم موجودين بكثرة خاصة السبت والأحد خاصة خاصة سبت هو يستعمل في الأوقات محددة هذا راه موش إنسان سهل وإنسان يعرف لطب العيط هو يخرج في هذك الوقت هذك بالذات لأنه الناس يخرجوا ويحوسوا نهار السبت وجماعة ثم قاعدين ثم في فرنسا قال بالويكند والله قال يلا نروح نشوفه ترى السيرك هذا يروح هو العنوان هو هذا ريم بن تسلال وبوشوارب ولكن هو موش هذك هو الهدف انتاعه ما هو لا ريم بن تسلال ولا بوشوارب هو الهدف انتاعه وعلى جل باش يمانيبولي الناس وراه يستعمل فيهم وعارف باللي هو الناس بالثبت و بالحد يكونوا ثمه لذلك هو يروح يجيل ثمه يستعمل الميكروه على جل باش هو يلقى ثمه جمعة يدوروا به اختار هو إذن جل فرنسا على جل باش يرجع إلى بجايا لماذا؟ هو اختار على جل باش يرجع إلى بجايا بسكو عرف باللي بالمنطقة انتاعه وميخليوهش هو هش رايح يدير يحاوس باش يمانيبولي الاخوة اللي رام ثمه في بجايا هذو اللي يتحركوا ذرك غاضبين حاوس على جل باش يمانيبوليهم قال ذركا لما يخرجوا وراح يدير المباشر وقال هاهو في المطر تعب جايا ومن بعد لما ما يخليوهش يدخل ثمه يتحركوا القبائل يتحركوا ثمه المنطقة انتاع القبائل ويستعملها هو في من راهو يخدم؟ راهو يخدم في هذا فرحة تمهاني والجماعان توعوه هذا هو اللي راهو يخدم فيهم إذن الإخوة والأخوات لازمكم تحتاطوا جيدا هذا راهو إنسان بلعاط كبير هو إنسان مو ظل الكبير وراهو يستعمل في المسألة على العالم الوطني على جل باش يختفي وراهو ولكن الناس اللي راههم يدعموا فيه راههم يدعموا فيه كان منهم اللي ميأمنش بالجزائر ولا أتحدث عن الناس اللي راههم ناقمين على النظام وراهم قال مثلا ما راههم يحاوسوا التغيير والله كان بعض الشباب قال إحنا هذا راه وجه جديد وإحنا راهنا كره نعمل الوجوه هذه المقصدرة وقال هذا هو راهو يستعمل في المانيبيلاسيون ويختار فيه مواضيع معينة وموشي يختار فيها هكذا كعفويا برك وإنما راهها ذرك هذي اللي راهه وقال بالله راه هذي راهها قريتها قرية قريتها قرية قريتها قرية عندها ذرك هي مؤسسة تخدم في هذه المسائل تعثير الجماهير قريتها قرية لذلك الإخوة والأخوات لازمكم تحذروا إحنا هذو الإخوة اللي راهن في المنطقة نتعى القبائل هذو راهن خاوتنا سواء كانوا في تزيوزو والله كانوا في بيجايا والله كانوا في أي مكان وهذا الإخوة اللي راهن في غردايا نفس الشي راهن خاوتنا جزائريين والله توارق والله شوية كلنا جزائريين ونعملوه للجزائر كامل إحنا رأنا متفقين باللي النظام هذا لازم يروح يمشي ولكن في نفس الوقت ما لازم نكونوا أغبياء يجيوا ناس يستعاملونها أو يستغلوا بعض الظروف إما لمنع التغيير أو لخدمة الجهة باش يتحركوا هما في أوقات معينة ويفصلوا المنطقة نتاع القبائل أو المنطقة نتاع غردايا أو المنطقة نتاع الجنوب أو كذا لازم نتحركوا هذي اللي دائما أنا أحرص عليها لازم يكون عمل جماعي وتحرك جماعي ما كانش هذين تاع واحد وحده تاع واحد وحده أراه يخدم في هذه الجماعة اللي يراه في البوفوار ولا أراه يخدم في جهات واحد أخرى لازم يكون تحرك جماعي على المستوى الوطني والهدف واضح من التغيير قال هاهو وش رايحين نديره أنا دائما نقول والعاود نكرر باللي الهدف انتاعي هي المصالح مصالحة حقيقية تتناقش فيها جميع المواضيع جميع المسائل اللي مختلف حولها تناقش هذه المسألة انتاع اللغات كل المسائل المختلف حولها قضية تعالتاريخ قضية تعالتاريخ المسألة المركزية أو المركزية كل المسائل المختلفة حول هذه المسألة العلمانية والدولة الإسلامية وكل المواضيع نتناقش عليها على الطاولة يحدث فيها نقاش وطني وتشارك فيها الناس كل في كل الأماكن سيلوفون ديروا ميكروات برا في الشوارع والناس يتحدث في كل الولايات والناس يتحدث في هذا الميكروفون كل واحد يدلي بالرأيين وفق الإحترام المتبادل ونخطمه مع بعضنا البعض أما عندما يأتي واحد يستغل قضية وفيما بعد يحرك باقي المناطق من أجل نزوات هذه لا نقبلوها لا نقبلوها السيد خوه مترشح في فرنسا لا ترونه بالصوت والصورة نشرناها في صفحة المصالحة خوه هذا خوه راشد نكاس لا ترشح في فرنسا دورك في الدوميل دي سات ونرح ترشح في جزير ومن بعد قلبه جزير وفرنسا قلبه دولة واحدة جزير لقد ترشح في جزير أخواتي إذا لم يجب أن يستغفلكم هذا راشد نكاس حذاري منه وحذاري من الناس من الناس كيانين الناس ليس الأغلبية كيانين الناس من الناس واسمه البيتزا والقهاوي وطيارة خالصة على هابط وهذا كان الناس الذين رأيهم وطيحتهم على القصة وراشيد نكاز الزعيم يحوسوا على ظهره ولكن في المقابل كان الناس الذين رأيهم كان بعض الممثلين بعض المغنين وبعض الناس الذين رأيهم يدعموا فيه على أساس واحد أخر يستعملونه كما قلت لكم مواجهة وشوفوهم رقبوهم مليح ويتبعوهم مليح كي ينصحوا فيه نفس الشيء في قنوات فضائية نفس الشيء عندهم خلفيات وعندهم منطلقات ويدعموا فيه على هذا الأساس ورأيهم في المقابل رأيهم ضد ناس آخرين يلسقوا لهم بالتهمة هذه الإسلامي وإرهابي على جل بشهما يقدموا له خدمات جليلة ليه وغيره إذن الإخوة والأخوات من لازمكم تحذروا في هذه المسألة لازم يكون هناك تغيير جماعي تغيير الجماعي اللي يشارك فيه العربي والقبيلي والشاوي والمزابي والناس كل تشارك ولكن بغيتها خدمة البلاد والنهضة نتاحة موشي قال انتع تصفيا انتع حسابات أو كذا كما راهم يديره بعض من الناس لتخويف الجزائريين لتخويفهم كان بعض الناس راهم يكونوا بهذه الأعمال من أجل تخويف الباقية وبعد يلا كان واحد راهم مختص هو في هذه المسألة تخويف قال لأبناء المسؤولين باش هو هذي الناس اللي راهم في السلطة يلا كامل يوليوا يد واحدة قال لكم تشوفوا راهم مطلقين حتى واحد يلا يلا عقبهم إذن هما راهم يخدموا فيهم كل مرة لما تحدث ثغرة هما يجيوا ينفسوا عليهم والله لما تزيار عليهم يجيوا هما ينفسوا عليهم وكاين مع الأسف الشديد الناس ما عندهم لا ثقافة سياسية ولا ثقافة إعلامية ولا ثقافة دينية ولا ثقافة وطنية وهما راهم يخدموا في هذا الناس اللي راهم يستغبئوا ورهم يستحمروا في فئات كبيرة من الشعب إذن الإخوة والأخوات لازمكم تحذروا هاي التحركم تعرشد النكاز هذا هو الهدف انتاعه حب على جلبه يمانيبولي الناس وهذا فرحة المهنة راهم واضح واضح باللي راوضك خرج لها طي طي عيناني باللي توفيقنا حاولي انه قبيلي لما كان توفيقي يذبح ولما كان يكون توفيق مهدرش عليه وكاين بعض من الناس اللي راهم دارين رواحهم هو معرب مثل هذاك بن صديرة يقدموهم في الخدمات هاكم شفتو تحدث هو لهذا المسألة نتاع الجنرال توفيق على جلبه يرجع راك شوف ياسي بن صديرة راك انتوه فرحة تمانية مقرب لبعضكم بونت راكد يروحك باللي راك مفكر كبير وهذا الناس اللي راهم في المخابرات من العربة فرحة تمانية انه درع اللي راهم يخدم معك هذ الناس يخدموا في المسألة التقسيم ومن هم اللي يريهم يزعم باللي راهم يخدم الوحيدة الوطنية هكو شفتو هذ الناس راهم يتحركوا عندهم بدي بسيكولوج عندهم ناس دي سراتيج راهم يتحركوا في اماكن محددة وفي اوقات محددة وهذ الناس اللي راهم وما يعطيوا لهم في الكدوات اخترح فيه رئيس جمهورية ويدير له لجان على جلبه لكي يخدم له هكذا شفت وش قل فرحت منهني عليه نحاولي انه قبيلي هذه هي الاخوة والاخوات اذا احذروا ليس كل ما يلمعوا ذهبا نختلف مع الناس هذو اللي يراهم في النظام ولكن دائما نقول سكرانوا يا ربي بداروا اختلفوا معهم ولكن لا نختلف على الوطن اختلفوا مع الناس في مسائل كثيرة ولازم تضييق الخناق على هذو الناس اللي يراهم حبين هما يهيئوا الارضية ويهيئوا الاوضاع للمنطقة انتع القبائل ولا المنطقة انتع الجنوب على جلبش هما يقسموا الجزائر سواء الناس اللي يراهم دارين رواحهم معارضة او الناس اللي يراهم في النظام او الناس اللي يراهم دارين رواحهم هما مطبقة صامتة هذي كلهم احنا لازم يكون هناك تغيير مدروس تغيير واعي وتحرك فيه الناس كل دون اقصاء ودون تهميش من اجل خدمة البلاد اللي يخدم البلاد نحطوه فوق راسنا الانسان اللي يجي حطم او يجي مهد للتحطيم انسان اللي يجي هو يفصل منطقة على باقي المناطق او يجي هو يمهد للناس هذو لجل باش يفصله هما منطقة لاخر نقفو ضده كاين بعض الناس اللي هو ما مفهم فيها حتى تحبه يقول لك باللي او دي اينو خرجوه بطريقة سلمية تخرجوا بطريقة سلمية ومن بعد من بعد انت راك خرجت خلاص خرجت راك صاي خرجت للمواجهة خرجت بطريقة سلمية فيما بعد كاين الناس هما يبعثوهم على جل باش هما يفجروا هذك الحرك الشابي يخترقوه وفيما بعد تبدأ مسألة القنبل المسيلة الدموع من بعد الرصاص المطاطي من بعد هوطاح واحد من بعد حظر التجول ومن بعد انت راك من البداية راك انت رحت من اعانى على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء به يوم القيامة مكتوب على جبينه قائص من رحمة الله من اعانى انت واحد تدفعو تدفعو من بعد هو يموت بس انت خاطئ انت راك بطريقة سلمية انت راك تدعو للناس للتمرد تدعو للناس للعسيان فيما بعد تقول لي باللي انت خاطئ كيف انت خاطئان وعلاه سعيد مخلوفي ما قال مدرشك تابع للعسيان المدني سعيد مخلوفي مدرش على العسيان المدني ومن بعد وراء وزايد مخلوفي وراء من الناس اللي كانوا مع سعيد مخلوفي من انت جمع انت على العسيان المدني وراءهم جاءوا ذك في 2017 تدعونا انتم على العسيان المدني يا الاخوة والاخوات يو المسألة هذه انت على الدولة راه مش اي انسان يخذ فيها مش اي واحد يخذ فيها واحد ما على بالوش لمن كعه لمن بوعه يجيه ويحكي لك في قضية وطنية اللي راها الناس تخدم راك في ظل التكنولوجيا هذي راها الناس تخترق ذلك الناس بليفو كونت هذو بالتسجيلات المفبركة الفوتوشوب والافتر ايفكت والبرامج هذين تاع المونتاج يخترقوا لك حاجة ينتجروا لك حاجة في مسيرة ينتجروا لك شخص في حاجة ينتجروا لك تفجير في حاجة وكذا وهذا المسألة ما راكش في وقت الصحابة راك في 2017 في ظل وانه راها المخابرات بكري المخابرات قال يبعثوا واحد للتزاير ذو راها معك في الفيسبوك تبعوا فيك بكري المصاد راها تجي يبعثوا لك واحد جواز مزور للتزاير ذو راها تبع فيك في الفيسبوك وراها منك يسمعوا فينا والكاشي بي والسياء وكل راهم يتبعوا فينا اذن الاخوة والاخوات خدم عقلك يا صاحبي ومش اي انسان يجي يحكي على هذه المسائل را عنا تجارب في الجزائر ورانا شفنا الماء الات وين راحت ولما رانا نحكي لكم في هذه المسائل موش لي خدمة النظام اراني قلتها ونعاود نكرر باللي رانا مع التغيير انت عن نظام ولكن كما قلتها ونعاود نكررها السكران ويعرف باب دارو ما يجيش انا واحد يستغلني ما يجيش انا واحد يستغبيني سواء من الداخل او من الخارج نخدمه مع بعضانا وتكون هناك شففية وتكون المطالب واضحة والاهداف واضحة نخدمه مع بعضانا بشروط و بضمانات ونمشيو واحدة واحدة اللي خرجه على الصف يلا قل يدخل في الصف هذه باختصار الكلمة انتاعي تحية لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته